انا بمرحلة انت عم تحقق ناجحات كتير كبيرة وما نزلت غنية ما عملت هت شو صار كيف قلبت حياتك 180 درجة كتير قطعت بمطبات صراحة يعني مطبات صحية ومطبات بالشغل يعني مرع فترات صار عندي شوية مشاكل بالضمان يعني بتعرفي مرات في ناس تقذي بمطرحة معين والسخونة اللي انا عطعت فيها اول مرة كمان اثرت عليك اثرت عليك كتير يعني عم تحكي بسنة والسنتين انا يعني قاعدة بالبيت عم بتعيلر وعم بجرب اني مع اني سفرت عم تشوية حفلات جربت اني سجل بس خلص يعني انسان منه منك بالموت منك بالموت منك بالموت منك بالموت منك بالموت لماذا تإثست عليك THIS pKayMika ما بينما تعاد فعينها اكثر مع الموت lining يعني مرات بشيئة بتخس شوي محب ليس قصة تؤثرني لموازدك بس اكثر من مرضيك عفكرة حين我覺得 لانه لأنه لك أنا فنيا شوية ظلمت شوية صغيرة يعني شوية شوية كتير إيه أنا أزيت شوية بمطاريح يعني دايما أنا ببرر غيابي أنه حق علي دايما ببرر أنه حق علي بس هو منه حق علي حق على ظروف حق على أوقات عدم دعم مظبوط أضحق على شوية محاربات من كل شي شوية ومرأت بسخونة ورجعت هيدا ورجعت هلأ مرأت بسخونة الحمد لله يعني من بعد كل عتمة في نور إلا ما أرجع أعمل اللي شو قولو اللي ربناك كاتبه رح يصير وإلا ما أرجع حق اللي أنا بتمنى ودايما بس اللي بقول له وعطيني على أدنيتي صعبة تكون نجمة كبيرة نجمة كل أعمالك هتات وبعدين تخف نجوميتك اللي بيضايقك أنه أنه أنت حابة عملي مش أنت عم بتقصري يعني من التقصير مش منك أنت يعني أنا مني فناني كسولة مش مشتهدة بس عن جد مرأت بكتير ظروف ما بعرف ليش هكسبنا مين حيارة بك؟ كتير يعني من هيك خلص إشياء بقطع بقص قص على نو خلص من دعنا نحكي أنا لما كنت بأيامي ما خلص ما أنا لقبان بالحيان طب هلأ شبت وعد حالك بقص بحالي أنه أعمل غنية حلوة اي وهكي أعمل لهالناس اللي بيحبوني أنا بقلهم فانس بقلهم لهالأصحاب اللي دعميني أعمل لهم شي كتير حلو بس عن جد ستيل بعدني عم بيخد كتير وقت وعم بتروى لأنه عم بيلا أعمل شي مخدوم مفراش هيكي حلو بكله حياة برزاة بنوشي رومانسي لأنه عارفة بنوشي رومانسي